ما قبل انعقاد البرلمان الجديد في الثالث من أيلول المقبل تبدو الأزمة السياسية في العراق متجهة إلى مزيد من التفاقم في ظل فشل الكتل السياسية المعلن فوزها في الانتخابات في حسم التحالف الأكبر الذي من شأنه تشكيل الحكومة الجديدة فتحالف سائرون النصر والفتح دولة القانون فشلا إلى حد الآن في استقطاب باقي الكتل للانضمام إليهما لسيما الحزبين الكرديين وتحالف الكتل السنية ولا يزال مبعوث الرئيس الأمريكي بريت ماكغورك يحاول منذ وصوله إلى بغداد حث الأطراف صاحبة الموقف المتذبذب للانضمام إلى الكتلة الأكبر التي ستقوم بتشكيل الحكومة المقبلة زيارة ماكغورك إلى أربيل جاءت مثمرة حيث صرح القادة الأكراد بأن موقفهم من الكتلة الأكبر سيحسم قبل انعقاد البررامان يوم الاثنين القادم بينما لا يزال موقف السياسيين السنة مشتة ما بين التحالفين الكبيرين تحركات ماكغورك لم تعجب زعيم تحالف سائرون مقتدى الصدر فاتجه الأخير إلى التصعيد مرة أخرى مستغلا الشارع ودعا الصدر إلى تنظيم وقفة سلمية غاضبة من أجل ما سماه بناء عراق جديد بعيدا عن التدخل الأجنبي وقبل دعوة الصدر تظاهر العشرات من أنصاره أمام مدخل المنطقة الخضراء ضد ما سموه تحركات المبعوث الأمريكي بريت ماكغورك الذي يدعم ولاية ثانية للعباده وفي موازات دعوة الصدر التي يرى فيها خصومه السياسيون تهديدا مبطنا لإمكانية استغلال الشارع في حال لم تتشكل الحكومة وفقا لرؤيته تبقى المفارقة في ذلك هي أن دعم ماكغورك لنيل العباده ولاية ثانية هو بمثابة دعم لتحالف سائرون المتحالف مع العباده وثم تمن يراه أن تزايد حدة الصراعات والخلافات قبيل انعقاد جلسة البرلمان إنما يعكس حدة الصراع على المناصب في ظل استمرار الفساد الحكومي الذي قابلته موجة تظاهرات عارمة في وسط وجنوبي العراق طالبت بالإطاحة بالفاسدين وتوفير الخدمات الأساسية للعيش موسيقى